باحثة عن لحظة حياة او مستقبل يعيدها بالامل باتت العراقية اليوم مكتوية بالنار من كل الجهات يحدث هذا في عداد يتصاعد بارتفاع حالات الطلاق في البلاد التي تأكل الموصل النصيب الاكبر والاخطر فيها داعش كان هنا لم يترك للعراقيين غير الدمار والجثث المتراكمة لم تشفي جراح المجتمع اليوم فالمرأة الموصلية على وجه تحديد قتلت بنتائج الانتماء الاجبري لازواجهن في داعش والذي كان يفرضه التنظيم عليهم ما اجبر الالاف منهن على تقديم طلبات التفريق ما يؤكده مجلس القضاء الاعلى وهو الخطر الاكبر الذي سيخلف تبعات خطيرة على تركيبة المجتمع العراقي وتهديد نسيجه بالانهيار المرأة العراقية اليوم لم يصل صوتها بعد لغرف القرار اقرارا بحقوقها ناهيك عن ارقام صادمة في الواقع العراقي اذا هناك اكثر من 274 طلاقا في اليوم الواحد اي ما يعادل 11 طلاقا كل ساعة بحسب احصاءات رسمية تحذير يضع على طاولة الجهات الرسمية محليا واقليميا ودوليا بتهديد تصاعد الطلاق لتمسك العائلة العراقية ولسالة موجعة بصوت نساء الموصل خصوصا ما يعكس تقصيرا واضحا من الحكومة والبرلمان والمجتمع الذي ترى بعضهن انهم لم يحركوا ساكنا حتى اللحظة خصوصا ما هي اشتركوا في القناة الزرن في أعجب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة